أعلنت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم عن تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والثرية للاحتفاء بحقبة عشرينيات القرن الماضي وقالت عبدالدايم إن عشرينيات القرن الماضي تمثل فترة زمنية مميزة في تاريخ مصر الحديث تخطط المئة عام وتابعت الوزيرة أنه تم عدد أجندة فعاليات تلقي الضوء على أهم الأشكال الفنية والأدبية والفكرية التي تم إنتاجها لتنشيط الذاكرة الثقافية والإبداعية للشباب فضلا عن تعريف الأجيال الجديدة بتأثيرها الذي يعد أحد عوامل تطور الإبداع حتى اليوم